بيبدأ المسلسل مع بنت اسمها زلش وبنشوفها يبتجري على صوت بيندى عليها وبتشوف طيار ورق في السماء وأول لما بتوع على الأرض بيظهر شاب ملامحه مش باينة وبيلبسها طوق ورد وبتفوق من نمها على صوت أصلي صاحبتها وهي بتحدف عليها توب في الشباك عشان تصحى فبتزع لها زلش لأنها صحتها من الحلم اللي كان بتحلمه لكن لما بتعرف أن أهل البلد مستنينها بتجهز عشان تقابلهم ومن ناحية تانية بيظهر شاب اسمه أحمد الأهالي وهم متجمعين وبتروح لهم زلش وبتعاني البضاعة وبتقف على الكورسي في الميدان وهي فرحانة جدا ومسكة مايكروفون في إيديها وبتقول لأهل قرية تشكيران أن البضاعة بتاعتهم هتتباع وكل اسطنبول هتسمع عنهم وبتفضل تحمس أهل القرية لكن بتلاحظ أن أبوها الشاكر مش متحمس خالص فبتنزل وبتسأله فبيعرفها أنه ما كانش له لزوم تعمل كل الهيصة دي وبيقول لها أن عمره ما خرج من القرية ولا راح على اسطنبول وبيطلب منها تروح لوحدها لكن زلش بتقدر تقناه ويسافر معيها ووقتها بيشوف بيريجارت وبيظهر نموعه جبيها وفي الوقت ده بيظهر أمينة وعاكف وهم بيستقبلوا المعزيم وبنعرف أنه فرح محمد ابنهم وفي الحمام بيظهر محمد وهو قلقان ومتوتر جدا من الجواز لدرجة أنه بيتصل بهانده على رستو وبنشوفها ويلابسة فستان الفرح وبتجهز ووصل أجوره وبيشوف حالته وأن لسه مجهزش لحد الوقت وبعدها بيدخل كيفانج وماسك البدلة في ايده لكن هما الاتنين بيلحظوا عليه أنه خايف ومتوتر من فكرة الجواز نفسها والنهندة ممكن تستعبده ووقتها بتدخل أمينة والدته وبتطمن عليه فبيطلب منها يتكلم معيها لكن صحابه بيلحقوا قبل ما يتكلم وبيقولوا الأمينة نفال وحش لو اتكلمت معيه وبعدها بتظهر زلش مع أصلي وهي بتحكي لها عن الشاب اللي شافته في الحلم وقدي كات مبسوطة وبتعرفها أنها حست بي من قلبها فبتضحك أصلي عليها لأنها وقت في الحب وبتشاور لها على الفرح اللي في الناحية التانية وقدي يصحب الفرح ناس أغنية وبيظهر محمد وبيستقبل هندة وبيطلب منها يتكلم معيها فبتقولوا أنها فرحانة جدا وبعد كتب الكتابة يتكلموا فبيعرفها أنه حاسس أنها جناسته مش فرحه فبتتفاجئ من كلامه لكن بتحاول تبين أن الهوى فيهم وجرى التوتر مش أكتر فبيخرجهم الاتنين مع بعض وقدام المعزيم وبيحس محمد أنه مخنوق ومش قادر يكمل في الجوازة ويشاء القدر أن العصير يقع على فستان هندة فبيستغلم محمد انشغالهم وبيعرف من الفرح وأول ما بطلع زهندة غيابه بتطلع تجري وراها هي وبقي المعزيم ووقتها بتشوفهم زلش وبتكون مددايقة جدا أنه سبع رصد يوم فرحها أما بقى أصلي فبيكون عجبها المغامرة اللي عملها وبيركب محمد سكوتر في البحر وبيبعد عن الفرح وبعد شوية بيظهر محمد وقاعد مع كيفانج وأجور وبيكونوا مددايقين منه بسبب العمل وخصوصا أجور اللي بيكون شايف أنه بسبب ومش يقدر يشتعل مع ابوه ووقتها بيطلب منه كيفانج يرجع على البيت ويصالح أهله ويتأسف لهم على غلطه وبالليل بتظهر أمينة وهي منهرة ملعيات على ابنها لكنها بتفرح أول ما بتشوفه قدامها وبتقوله أنها كتألان عليه فبيقعد محمد وبيعتذر لهم وبيقولهم أنه مستعد يعتذر لهندة وأهلها فبيقوله عاكف أنه يروح دلوقتي وبالمرة يكتبه الكتاب فبيعرفه محمد أنه فيهم كلامه غلط وأنه مش عايز يكمل في الجوازة وبيقوم يمشي فبيوقفه عاكف وبيحذره أنه لو خرج من البيت هيحرمه من المراس ويتنازل عن كل حاجة بيملكها فبيسيب محفظته مفاتيح عربيته وبيحطه في عربيته لأنه مش حابب يقعد في مكان واحد مع محمد فبيطلع كيفانشو وبيقنعه يفضل موجود وبيدخل ينده محمد لكنه بيتصدم لما بيش بيلاقيه وبيكون سايب محفظته وتليفونه وفي الطريق بيتصل السردارة على زلش وبيسأل عن البضاعة فبيتعرفه أن العربيات تحملته في الطريق لكن فجأة بيظهر محمد وطير بالبراشوت ولسوق الحظ البراشوت بيطقطع وبيقعد قدامهم والعربيات كلها بتتقلب وكل البضاعة بتترمي على الأرض فبتنزل تشوفه لكنه بيغم عليه وبتكون زلش مصدومة من اللي حصل ومن خسارتها للبضاعة وفي الوقت ده بيتنيل محمد على المستشفى ومغم عليه لكن وقتها بيتصل السردارة على زلش وأول مما بيعرف أن البضاعة ترمت على الأرض بيقفل خطف وشها فبتنهار جدا من الصدمة وبتكون خايفة من رد فعل أهل القرية اللي اعتمدوا عليها وهو بتحس أنها مش قادرة تاخد نفسها وبتخرج برة لكن أهل القرية بيلوموا على عملته فبتدائي جدا خصوصا أنها شايفة أنه معهم حق وبترجع للمستشفى ومتعصابة عشان تجيب حق البضاعة من محمد لكن الدكتور بيوقفها وبيعرفوا منه لسه مفاقش ومغم عليه وبيطلب من نازم محدش يدخل ولا يتصل بالشرطة وفي اللاحظة دي بيظهر عاكف وأول لما بيعرف أن أمينة اتصلت بابنها بيفضل يزعق لها لكنه بيتفاجئ بصورة منتشرة ليه وبيجري مع هندا في الفرح وبيقول لها أن ابنها فضحهم قدام الناس فبتقوم من قدامه وبتتصل على محمد لكنه ما بيردش وده لأنه ساب تليفونه مع صحابه ووقتها بيطلب كيفانش من أجور يعمل له قهوة لكن ساعتها بيبعت رسالة من تليفون محمد لهندا والتي بتظهر وهي قاعدة منهارة وبتعيط وبيوصل لها رسالة من محمد وأول لما بتشوفها بتفضل تزعق لأنه فضحها قدام الناس ومش بالسهولة دي هتقدر تسمحه وفي المستشفى بتظهر زيلش وبتلاقي قدامها جارها صنار وبنفهم من كلامه ليها أن زيلش أخدت منه فلوس مقابل أنها رهنت البيت والمزرعة فبيديها مهلة 3 ايام تسدد المبلغ وإلي هيروح يقول لابها ويفضحها قدامه بالمستند اللي معاه فبتعد زيلش على الأرض وهي متضايقة وبتفضل ترمي في الحجارة فبتقرب منها أصلي وبتعد جنبها وبتهون عليها فبتفضل تفكر معه في محمد بأنه طالما كان طار بالبراشوت يبقى أكيد شاب غني ومعه فلوس وبتقوم تجري عليه عشان تاخد الفلوس منه وفي اللحظة دي بيفوق محمد وبيليه نز قدامه وبتعرفه أنه في المستشفى لكن فجأة بتدخل زيلش وبتمسك في خناقه وبتقوله أنه السبب في خسارتها ولازم يدفع تمن البضاع اللي وقعها فبيدخل أبوها والجران على صوتها وبيحاولوا ويبعدوها عنه لكنها بتكون مصممة أنه يدفع الفلوس وبتسأله عن اسمه فبيستغل محمد ده وبيعمل نفسه فاقد الزاكرة ومش فاكر أي حاجة وبنرجع لكيفانش وبتجي له رسالة من هندا على تليفون محمد وبتفضل تزعاله لأنه سابها قليلة فرحها ووقتها بيدخل أجهور وبيعرفوا أنه محمد طار بالبراشوت لكن محدش يعرف مكانه أو وقع بفين أما هندا فبتمسك فستان الفرح وبتفضل تقطعه بالمقص ويمنهورها من العياض فبتدخلوا معا عليها وبتفضل تهديها فبتقولها أنه محمد هرب منها يوم فرحها وأنه كل اللي بتتمنى أنه يحبها ويتجوزها وبيظهر ترجوته واقف ويزعلانة على حالة بنته وعشان كده بيروح لعاكف ومتعصب جدا وبيفضل يزعق له على العمله محمد في بنته وبيقول ويندهله فبيعرفوا عاكف أنه ميشي وساب البيت وما يعرفش مكانه ووقتها بيظهر كيفانش وأجور قدام أمينة فبتسألهم عن محمد فبيكذبوا عليها وبيرفضوا يقولولها الحقيقة وبيقرروا أن هما الاتنين يدوروا عليه قبل ترجوت ما يلاقيه وفي اللحظة دي بيظهر محمد واقف في الشباك فبتدخل نازع عليه وبتقعد معاه وبتحكيله كل اللي حصل معاه والسبب اللي مخالي زلش متضايق منه أما زلش فبتظهر ويرجب الحصانه متعصبة جدا من محمد والبضع لخسرتها وبتقف على حفة الجبل وبتطلع سلسلة فيها خاتم مامتها اللي ماتت وبتحاول تلاقي حال ترجع بفلوس نار أو ياخد منهم البيت والمزرعة وبالليل بيظهر محمد وبيحاول يخرج بالمستشفى قبل ما حد يشوفه بس السلسول حظ بيلاقي زلش وقفاله ومسكة بندوية في إيديها وبتمنعه يهرب قبل ما يدفع تمن البضاعة فبيعرفها أنه معهوش فلوس وبيقولها أنه أكيد مش هتضربه بالنار وبيسيبها وبيمشي لكن فجأة بتضربه زلش بالرصاص في رجله وبيقعه على الأرض وبيغم عليه وأولا ما بيفوق بإليه نفسه في حظرة حيوانات ووقتها بيظهر شاكر وبيزعق لزلش بسبب اللي عملته فبيعرفه أنها ضربته بالنار لأنه حاول يهرب وبتقرر أنه يفضل موجود لحد ما يدفع الفلوس وبتدخل لمحمد وهي متعصابه وبتقوله أنه يفضل محبوس لحد ما يسد الدينه وبتقعد قدامه وهي مسكة البندوية بترقبه لكنها بتروح في النوم فبيقوم محمد ياخد البندوية لكن ما بيعرفش فبينام جنبها من التعب وتاني هم بتتخض زلش لما بتقوم النومها وبتشوفه جنبها وبتفضل تتخانق معاه فبيدخل شاكر على صوتهم وبيقدم له الأكل وبيمشي فبتقوله زلش أنها واسقة النغاني وبتعرفه أنها تفضل ورا لحد ما ترجع له زاكرته ويدفع المبلغ عاما شاكر فبيخرج لجرانه وبيقولهم أن تصرفات بنته مش عجباه وأنهم لازم يعرفوا من الشاب ده وعيلته ووقتها بيفكر دور مش في فكرة وبيدخل للحظيرة لمحمد وبيصوره وبيحس أن أهل القرية كلهم مجنين لكن وقتها بتدخل نازع عليه عشان تغيرله على الجرح فبيستغل لمحمد إن الجارة بتندع عليها عشان قربتها بتولد وبياخد تليفونها من الشنطة وبيتصل على كيفانشي اللي بيظهر مع أجور في اسم الشرطة وبيبلغوا عن اختفائه لكنه بيتفاجئ لما بيسمع صوته وبيطلب منه محمد ينقذوا من أهل القرية فبيخرجوا كلهم من اسم الشرطة وبيسيبوا عربيتهم قدام الاسم ليكون حد مرئيبهم وفعلا بيظهر قتلة وبيتصل على تورجوت وبيعرفوا إنهم ضعوا منه ولما بترجع نازع الحظيرة بيحط محمد التليفون في شنطتها قبل ما تاخد بالها لكن وقتها بيتصل كيفانشي عليها وبيسأل عن محمد فبتقولوا إن النمر غلط وبتقفل الخط وفي الوقت ده بيظهر أهل القرية هم متجمعين وطبعين سورة محمد عشان لو حد تعرف عليه لكن وقتها بيوصل ابنها الحقيقي وبيعرفوا من عندها زهايمر وبتنسى كل حاجة وبيخدها وبيمشي ووقتها بيزعل محمد من تصرفاتها لإنها نشرت صورته وبتبحث عنه وبيرجع الحظيرة فبتدخل ورا وساعتها بيقولها إنها واحدة ما عنداش قلب واستغلت نقطة ضعف وإنها ما تستهلش حد يقرب منها أو يحبها وبعد لحظات بيوصل أجور وكيفانشي على القرية وفي نفس الوقت بتظهر زيل شوية قاعدة مع أصلي لكن وقتها بيندع عليها أبوها وبيقولهم دور مش إنه واحد شاف صورة محمد وتعرف عليه وعرف كمان إنه من عيلة غنية جدا فكلهم بيفرحوا جدا بالخبر ده وبيحسوا إنه أنقذهم فبيروحوا على الحظيرة لكنهم بيتفاجوا بهروبه فبتقرر زيلش تدور عليه وتلاقيه قبل ما يهرب لكن وقتها بيظهر صنار وبيطلب من شاكر يتكلم معي فبتحذره زيلش وبتطلب منه يتكلمه وقت تاني وبتفضل تبصله عشان ما يقولش حاجة لأبوها فبيعرفها إن المد قرب تنتهي وإما تسدد المبلغ أو ياخد البيت والمزرعة وبعدها بتوصل زيلش مع أهلها على بيت عاكف وبيدخلوا يقابلوه وبيطلبوه بفلوسهم وبتوريله صورته لكن عاكف بيقولهم إنه ما يعرفوش وبيعرفهم إن ابنه سفر برا البلد وبيطردهم برا البيت وبترجع زيلش على القرية وبتروح لصنار وبتعرفوا إنه محمد هرب منهم وبشتعرف تاخد الفلوس منه وبتطلب منه يديها مولا تاني لحد ما تتصرف الفلوس فبيقولها إنه مستعد يقطع الورق مقابل إنها تتجوزه فبتتدائق زيلش من كلامه خصوصا إنه عاوز يشتريها بطرية رخيصة فبيتعصب صنار من كلامها وبيمشي لكنها بتندع عليه وبتوقفه وبيظهر إنها وافقت على الجواز منه وفي اللحظة دي بتركب زيلش الحصان وهي متضايقة جدا وبتوعد على حفة الجبل وبتوعد تفكر في محمد خليه أسيرة عندها ووقتها بيرجع محمد بذاكرته وبنعرف إن جد محمد هو اللي رجعه على المزرع من تاني بعد ما عرفه إن أبوه مصمم يجوزه من هندا وبيتفق معاه يشتغل في القرية لمدة سنة وبعدها هيسدد باقي المبلغ بداله وبياخد منه تليفونه وبيقوله إنه هيفضل طول الوقت امرأبه لحد ما تخلص مدته وبيفوق محمد من ذكرياته ووقتها بتسأله زيلش عن السببب اللي خليه يرجع فبيشور عليها وبيقولها إن ضميره وأنبه وبيتخلقوا مع بعض كالعيدة وفي الوقت ده بيظهر دورمش واللي بيكون عامل تصويت لأهل القرية عشان يقررهم محمد هيقعد ولا يمشي وكل واحد موجود بيقول رأيه لكن وقتها بيقولهم شاكر النزلش هي اللي لها الحق إنها تقول رأيها وبيظهر محمد وهو قاعد مع أهل القرية مستنى يسمع قرارهم ووقتها بيعرفوا دورمش وإنه يفضل معهم لمدة سنة كاملة يخدم فيها الستات والأطفال وكل الموجودين في القرية وبتعرفوا أصلي إن الزلش هي اللي وفقت على وجوده ولولاها كان ساب القرية ومشي فبيمشي شاكر أهل القرية وبيطلب من كل واحد يوم يرجع على شغله وبعدها بتظهر أصلي وهي قاعدة مع زلش وبتدخل في دماغها أن محمد رجع علشانها فبتفتكر زلش كلامه معها وبتقوم تروح له بحجة إنها تشوفه بيشتغل ولا لا لكن بتشوفه فعلاً هو بيشتغل وبتفضل تضحك عليه وبتمسك له السلم لا يقع وبنشوف أصلي وهي واقفة بتتفرج عليهم وساعتها بتوصل نازع عشان تغير لمحمد على الجرح وبتدق جداً لما بتشوفه واقف مع زلش وبيظهر إنها بتغير عليه فبتروح لهم وبتزعع لزلش لإنها السبب في إصابته وبتطلب منه تغير على الجرح لكنه بيرفض وبياخد منها الشنطة وبيقرر يغير لنفسه ولما بترجع زلش على البيت بتشوف أبوها وقاعد بيناء الرز وبنعرف إنه سمع كلامها مع سونار وحكاية الفلوس اللي أخدتها منه لكنه بيرفض يقولها وبيمشي ووقتها بتوصل أصلي وهي مسكة طوق ورد في إيديها وبتقولها إنها لقيته على شباكها فبتاخد زلش طوق منه وبتروح لمحمد وبترميف وشه وبتقوله إن مش من السهل يقدر يضحك عليها فبيقولها محمد إن مش هو اللي عمل الطوق وبيعرف إن ما فيش حد هيحبها ولا هيعجب بها بطريقتها دي وبترودها من الحظيرة فبترجع زلش على البيت وهي متعصبة جداً لدرجة إنها بتمسك طوق الورد وبتقطعه لكن وقتها بيوصل صونار وبيسألها عن الطوق ولو كان عجبها فبتنكر إنها شافيته وبتطلب منه يبعد عنها فبيقولها إنه هيجيلها بالليل يطلب إيدها من أبوها عشان يتجوزها فبتتفاجئ من كلامه وبتقوله إنه متسرع جداً وإنها البنت الوحيدة في البيت ولازم تمهد لابوها الأول فبيديها مهل أيومين تبلغ أبوها وبيمشي ووقتها بيشوفهم محمد وما بيفهمش سبب وجوده وفي الوقت ده بيظهر الجد وبيتقابل مع شاكر في القرية وبنعرف إنه متفق معه إنه محمد يفضل يشتغل عندهم لحد ما يبقى راجل يعتمد عليه وبيعرفوا إنه ما فيش حد يعرف بالحكاية دي غيرهم وما لتنين وبيقدموا الفلوس ثمان البضاعة عشان يسد ديونه وبنرجع لأصلي وبتظهر هي متعصبة جداً بعد ما عرفت إن زلش أخدت فلوس من صونار عشان تعالج مستك بيها فبتقولها زلش إنها كتحط أمل تبيع البضاعة وبتمنى تسد سونار عشان كده بتكره محمد وبتكره وجوده وفي تاني يوم بيظهر شاكر وبيوزع الفلوس على أهل القرية وبيسدد الدين وفي نفس الوقت بيصحى محمد منهم لكنه بيتفاجئ بأصلي دخل عليهم مسكة في إيديها عصاية وبتفضل تضرب فيه وبتعرفوا إن السبب اللي حصل مع زلش ولازم يدفع تمن أخطاءه فبتدخل زلش عليها بسرعة وبتبعدها عنه وبتحذرها تحكيله حاجة وإلي هيكون آخر كلام بينهم وبتاخدها وبتمشي وبيستغرب محمد اللي بيحصله وبيكون عايز يعرف اللي زلش مخبيه متورطة فيه وفي اللحظة دي بيظهر عاكف وقاعد مع الجد لكنه بيتفاجئ بترجو الداخل عليه وبيسأله عن محمد وبيعرفوا إنه لو ما ظهرش في خلال اليوم حيفض الشراكة لما بينهم وبيسيبه وبيمشي ووقتها بيفتكر عاكف القرويين وبيقرر يروح لهم ويعرف مكان محمد ويخصبه على الجوازة وبنرجع لزلش ويقعد مع أصلي وبيفكروا في حال أو مخرج للمصيبة اللي واقعوا فيها لكن وقتها بيظهر مستك قدامهم وبيقولهم إنه رايح معهم ويشتري العجلة اللي كان نفسه فيها وبتتفاجئ زلش لما بتعرف من بيري نبوها سدد كل الديون ورجع لهم كل فلوسهم فبيفرحوا هم الاثنين جدا وبيروحوا لشاكر عشان يسألوا عن نصيبهم لكن فرحتهم ما بتكملش لما بيعرفوا إنه اشتري بالفلوس خشب وبيقول لزلش إنه هيبني لها بيتم الخشب زي ما كان بتتمنى وبيروح شاكر لمحمد وبيعرفوا إنه يسدد دين أهل القرية فبيفرح محمد جدا بالخبر وبيقولوا إنه بكده يقدر يمشي من القرية لكن شاكر بيعرفوا إنه دفع الفلوس من جيبه وإنه هو اللي هيسدد له الفلوس طول المدة اللي شغل فيها ولما بيمشي بيظهر كيفانش قدام محمد وبيعرفوا إن أبوه هيوصل على القرية وهيجاوزوا هند غصبا عنه ويساعتها بيبانى على محمد إنه مداء جدا ومش عارف يخرج الزهم الورطة دي فبتيجي الكيفانش فكرة وبيقولها لمحمد وبعدها بتظهر زيليش مع أصلي وبتقولها إنها مش متخيلة إن المزرعة تروح منها وياخدها صنار وبتعرفها إنها الزكرة الوحيدة من أمها والنبوها دايما بيفتكرها بيها وبتفكر في حل إنها تروح لسريدار وتطلب منه مبلغ سلف وتعرض عليه جزء من المحصول يمكن يوافق وبتفرح أصلي جدا بفكرتها وفي اللحظة دي بنشوف زيلي شوية بتحمل سلة من المحصول على العربية لكن بتتفاجئ بمحمد قدامها وبيطلب منها يروح معه ويساعدها وبيفكرها إنه شغال عند أبوها ومطلوب منه يساعدها فبترفضه بتقوله يرجع على شغله وبتركب العربية وبتمشي لكن المفاجأة لما بنشوف محمد راكب في سندوق العربية وبنعرف إن خطة كيفانش كانت إن إيجور يتنكر في شخصيته ويروح للمطار بتذكرة محجوزة باسمه وبكده يبان إنه يسافر برا البلد وفي اللحظة اللي بيظهر إيجور فيها ولابس لبس محمد وعلى قدر اللي مكان بيكون شبهه بيظهر عاكف هو في القرية بس لسوق الحظ بتتعطل عربيته وبيتكلم السواء مع حد من السيونة لكن بيظهر إنه بيكلم الجد وبيكون متفق مع أن عاكف ما يوصلش القرية بأي طريقة وبنرجع لزليش وبنشوفها ويبتنزل من العربية عشان تاخد سلة المحصول لكنها بتتفاجئ بمحمد موجود وبتفضل تزعق له لأنه ما سمعش كلامها فبيعرفها إنه جاي ساعدها ووقتها بيجي له رسالة من كيفانش وبيعرفوا إنه أجرح المطار وخطتهم نجحت لكن ساعدها بيبلغ قتلة ترجط بن محمد سافر وهرب برا البلد فبيتصل على عاكف وبيبلغه إن ابنه هرب وإن الشراكة لما بينهم اتلاغت وبيقفل الخط في وشه وبعد دقايق بيوصل ترجط على محل سريدار وبيقابله وبيسأله عن البضاعة وفي نفس الوقت بتظهر زليش مع محمد ومفتريهم للمحل لكنه بيتفاجئ لما بيشوف ترجط قاد معاه وبيهرب قبل ما يشوفه وبتدخل زليش وبتعتذر لهم عن المحصول وبتقولهم إن معاه عينها من المحصول الجديدة عشان يشوفوها لكنها بتتفاجئ لما ما بتلاقيش محمد موجود فبتفضل تشرح لهم موقفها وبتطلب من سريدار يديها دفع من الفلوس لكنه بيرفض وبيظهر على ترجط إنه مش مهتم بكلامها فبتدق جدا من معاملتهم ليها وبتقولهم إنها مش عايزة تشتغل معهم مرة تانية وبتمشي وبتتصل على أصله وبتعرفها إن محمد هرب بالبضاعة وسبها لوحدها وبيشوفها محمد لكن ما بيقدرش يقرب منها وفي الوقت اللي بيرجعاكي في البيت وبيحكي الأمينة على شاركته اللي اخسرها بسبب ابنها وبيقولها تقطع علاقتها بسيفال وما تكلماش مرة تانية بيظهر ترجط مع سيفال وبيعرفها إن محمد هرب برا البلد وسب بنته من غير ما يتجوزها وبيشرت عليها تقطع علاقتها مع أمينة وفي القرية بيتفاجئ شاكر لما بيعرف من أهل القرية إن محمد هرب لكنه ما بيكونش مستدى إنه يعمل كده خصوصا إنه لسه ما سددش الدين اللي عليه ووقتها بتظهر زيلش وبيبانى عليها التوتر والخزلان من محمد للمرة التانية وبتقول لأصل إنها كل مرة بتصق فيه لازم يجدب عليها ويهرب منها لكن ساعتها بتشوف محمد ونازم العربية فبيعرفها إنه تهفى الطريق وطلب منهم يساعدوهم وإنما كانش مع تليفون يتصل بيها وبيعرفهم عليهم لكن بيكون واضح على أصل إنها معجبة جدا بكيفانش لدرجة إنها بتفضل مسكة في إيده لحد ما بينبهها وبالليل بنشوف سونارة وماسك ختم الجواز في إيده وبيفرجوا لزيلش فبتبقيلوا إنها مش مهتمة وبتعرفوا إنها مش بتحب ولا عمرها تكون سعيدة بيجوزوا منها وفي الوقت ده بتظهر حسنة وهي قاعدة مع بيري وبتقولها إنها لحظة نظرات الإعجاب اللي بينها وبينشاكر فبتغير بيري الموضوع وبتقولها إن كل الإهمها بنها وعلاجه وبتعرفها إنها يفضل ماشي على علاج لمدة سنة وبتحمد ربنا إن زيلش لقيت المتبرق اللي هيعمله العملية واللي كان يروح منها أما محمد فبيروح لأصل بيتها وبيرفض يمشي غير لما تقوله عن سر زيلش وعن السبب اللي مخاليها دايما بتزعله وبتكرهه فبتضطر تحكيله إنها أخدت فلوس من سونار عشان تدفعها لعملية المستك وإنه بيكبرها تتجوزه أو تدفع الفلوس وبتطلب منه مايقولش الحد على كلامها معي وبترجع على بيتها وفي اللحظة دي بتظهر زيلش وينايمة وبتفتكر كلام سونار لها وبتلاقي محمد قدامها وبيسألها ليه دايما فيه سر في حياتها مش عايزة حد يعرفه فبتطلب منه مايدخلش في حياتها وإنه مافيش سر يمخبيه فبينام محمد وبيتفرج عن نجوم وبتنم زيلش جنبه وبتروح في النوم وبيقوم محمد ويبص عليها وعلى جمالها وبيكون مستغرب جدا من شخصيتها وتاني يوم الصبح بتصحى زيلش من نومها وبتلاقي محمد جنبها فبتكون خايفة لتتعلق بيه أو ترجع له زاكرته ويكون له حبيبة فبتقرر تماشيه وساعتها بتصحي من نوم وبتقوله إنه بقى حر فبيحاول محمد يعرفه وغلط معه في إيه لكنها بترفض تشرح له وبتقوله ما يظهرش قدامها مرة تانية وفي الوقت اللي بيخرج محمد فيه مع أصحابه بتظهر هانده هي بتدور عليه في كل المحلات وبتسأل كل الناس عنه لكن ساعتها بيشوفها قتيلة وبيقولها أنه هيقول لأبوها وهيعرفه مكانها فبتترق جاية ديها مهلة لحد ما تلاقي محمد وبتعرفه إنها قريب جدا هتوصل له لكنها بتتفاجئ لما بتعرف إنه سافر وساب البلد وبنرجع لمحمد ولي بيقرر يرجع القرية وبيقول لي كيفانش وأجور إنه عشان يرجع لازم يكون معه فلوس وبيتفاجئ أجور لما بيعرف إنه عايز يبيع عربيته لكن بيضطر يوافق وبيبيعها وساعتها بتشوفه إسرائيا بتشتري عربية مع والدها وبتقرر تعرف هانده وفي الوقت ده بترجع زلش على البيت لكن بيظهر على الشاكر إنه مدق جدا وده لما عارف إنه سونار بيطلع فلوس للناس بفايدة وإن أهل القرية عارفينه ما حدش رضي يقوله فبتسكت زلش وما بترضاش تقوله وعدين اللي أخدته منه وبنشوف هانده وهي قاعدة بتعيط على فرق محمد ليها لكن بتفوق لنفسها وبتقرر ما تعيطش على واحد باعة ورفض يتجاوزها وبتقرر تنسيه فبتظهر إسراء قدامها وبتلاحظ الدموع اللي في عينيها فبتقولها ما تزعلش عليه وإنها شافته في السوق وكان متبهدل فبتفرح هانده جدا لإنه مزافرش وبعدها بتندهبري على شاكر وبتقوله إن من وقت ما عرفته ما شافتش منه حاجة وحشة فبتعرفه إنه شافت واقف مع الجد وأخد فلوس منه وبتسأله لو كان يقرب لمحمد وبنروح لنازه وبتظهر ويمسك سورة محمد في إيديها وبتسأل عنه وبتتفاجئ لما بتعرف من صاحب المحل إن في بنت تانية بتسأل عنه فبتخرج وراء الحد ما بتشوفها وبتلاقيها وبتقولها إنها ممكن تساعدها وفي الوقت اللي بيرجع محمد فيه على القرية بيتفاجئ بصنار وماسك في إيده وورد وشوكولاتة وراح يتقدم لزلش فبتوقفه وبتطلب منه مهلة تانية لحد ما تقول أبوها ولما بتلاقي أصل إنه مصمم يقابل شاكر بتاخد الورد والشوكولاتة من إيده وبترميه مع الأرض وبيروح محمد وبيرمله الفلوس في وشه وبيقوله إنه سد الدين زلش وبيهدده لو تعرض لها مرة تانية وبتقف زلش مظلومة من اللي بيحصل لكن ساعتها بيدرب صنار محمد وبيقوله إنه هيتجاود زلش وإنه وثق إنها تحبه زي ما بيحبها فبيضربه محمد وبيقوله يبعد عنها وبيرمله الفلوس تاني فبيمشي صنار وبيقولهم إنه يرجع من تاني هو عريس ويكون هو الشاهد على عقد جوازهم وساعتها بتسأل زلش محمد جاب الفلوس منه فبيعرفها إنه تصرف وقدر ياخد دفع مقدمة من بيع المحصول فبتتعصب عليه إنه بيع المحصول من غير ما يقولها فبيقولها إنها المفروض تشكره لإنه ساعتها مش تتخانق معاه لكن فجأة بيجري مستكع لها وماسك وردة في إيده وبيأكل شوكولاتة وبيقولهم إنه سونار كان قدام بيتهم فبيدق شاكر جداً وبيروح على هناك مع بيري وأول لما بيشوف زلش بيسألها عن السبب اللي يخلي سونار يزورهم فبتسكت وما بتكونش عارفة ترد فبيخرج محمد من الحظيرة وبيلحقها وبيعرفهم إنه هو اللي جاب الوردة عشان زلش تسمحه فبتضطر تأكد على كلامه وبترجع البيت وبعدها بشوية بيظهر شاكر وفرحان بعد ما عرف إنه محمد قدر يبقى المحصول وساعتها بيجيله مكالمة من الجيد فبيقوم يرد وبيعرفه إنه محمد رجع من تاني على القرية أما محمد فبيكون شايف إن زلش مش حب وجوده وبيعرفها إنه مناعة تتجوز من واحد ما بتحبوش فبتقوله إنه عمل كل ده بفلوسها وبتدخل البيت فبتروح أصلي وراها وبتقولها إنه محمد رجع الحظيرة علشانها يبقى أكيد بيحبها وإنها واسق إنه عمره ما هيبيعها ولا هيبعد عنها وفي الوقت اللي بيعرف أجور فيه إنه محمد أخد فلوس عربيته عشان يسدد بها ديون زلش بيظهر محمد وهو في الحظيرة وبيشوف المهام اللي كتبها له زلش عشان يعملها وبعدها بتظهر حسنة ويبتتكلم مع بيري وبتعرفها إنه شافتها مسكة ورد في إيديها وبتكون فاكرة إن الشاكر اشترى ليها فبتوضح لها بيري إنه محمد هو الاشترى وبتعرفها إنه رجع على المزرعة بعد ما سمحته زلش وبتسمع كلامهم نازه وبتفرح جداً لما بتسمع برجوعه ووقتها بتقول بيري الحسنة إنه فيه موضوع مهم عايزة تكلمها فيه وفي اللاحظة دي بنشوف صنارة واقف قدام الحظيرة وبيشوف المهام اللي كتبها زلش لمحمد وبيفتكر لما تراضيته ورفضت الجوز منه ووقتها بيشوف نازه يدخل عليه وبيظهر إنها مهتمة جداً بنفسها ومسكة في إيدي أكل لمحمد فبيقولها إن كل اللي بتعمله هيروح حضر ودل إن محمد مش بياكل غير من إيد زلش وبنروح لمحمد وبيظهر وقاعد بياكل وبيتفرج على فيديو إزاي يشيل الزرع من الأرض لكن بيلاقي أجور وكيفانش قدامه وبيفضل يلوم إنه أخد فلوس عربيته عشان يسدد ديون زلش بس السوق الحظ بتشوفهم زلش وبتسألهم عن سبب وجودهم فبيضطر أجور يقولها إنهما المستثمرين الجدد ووقتها بتنده أصلي على زلش وبتقول لها إن فيه خبر مهم جداً لازم تعرفه وبتفرح أصلي لما بتعرف إن كيفانش مستثمر في القرية لكن ده ما بينسهاش فرحتها بالخبر اللي هتقوله لزلش وبتاخدها وبتمشي وساعتها بيطلب محمد من أجور يشوف له مستثمر عشان يشتري منهم المحصول بأسرع وقت وبعد لحظات بيتجمع أهل القرية كلهم في الميدان وبتقولهم زلش إنه عندها خبر مهم جداً لازم يعرفوه وبتعلن إنها هتعمل حفلة ختن لمستق فبيفرح الكل بالخبر ده وبيبدأ كل واحد فيهم يقول على التجهزات اللي هيعملها وساعتها بيختار مستق محمد يكون مرافق ليه لكن سونار بيعترض بحاجة إنه مش واحد من القرية فبيزعق له شاكر وبيقوله إنه مالوش الحق يتكلم بعد ما يارف إنه بياخد ربة من الناس وبيطرده فبيقوله سونار إنه هيندم على كل كلمة إلهاله بعدين وبيمشي وبعدها بتظهر أمينة وهي قاعدة في مطعم متخفية وبتحاول بقدر الإمكان محدش يشوفها وبتظهر سيفاله وبنعرف إنهم الاثنين بيتقابلوا في السر من ورق أزواجهم بعد الخلافات اللي ما بينهم بس سلسول حظ بيدخل عاكف المطعم مع الجد وبيتصدموا لما بيشوفوهم وبيكونوا خايفين جدا لدرجة إنهم بيفكروا يهربوا لكن من خوفهم ما بيعرفوش وبيفضلوا من السخبين تحت التربيزة ووقتها بيوصل فاروق وقبل ما يعد معاكف بيقوله إنه مش هشتغل معه بعد ما سمعته وضربت في السوق وتخلى عنه صديقه الوحيد وبيسيبوا وبيمشي فبيتضايق عاكف من كلامه وبياخد الجد وبيمشي وبيطلع أمينة وسيفال من تحت التربيزة وبياخدوا نفسهم من الخوف وبعد لحظات بتندهبري على زلش وبتقولها إنها محتاجة قبل فعل الخير اللي عمل ابنها العملية وبتطلب منها تعزموا في الحفلة وبتبقى زلش هي اللي دفعت المصاريف لكن بترفض تقول لحد وبتوعدها إنها تكلمه وتقنعه يحضر الحفلة وبالليل بتظهر زلش وبيباني الخوف عليها لسونار يحضر الحفلة ويقول لابوه على كل حاجة فبتروح لمحمد بحجة إنها جايت فتش فبيقولها إنه عارف إنها فعل الخير وإنها أخدت الفلوس من سونار فبتنكر وبتقوله ماليوش دعوا بيها وما يدخلش في حاجة ما تخصوش وبينروح لعاكف وبيحاول يوقع أجور وكيفانش بالكلام وبيسألهم عن مكان محمد فبيفضلهم الاتنين مصرين إنهم يعرفوش مكانه فبيعرض عليهم عربية مقابل إنه يعرف مكانه وبيقول لأجور بإنه عارف إنه باع عربيته ومحمد أخد ثمنها وبيلحقهم الجد وبيقولهم يمشوا وبيفضل يعاتب عاكف على تصرفاته ووقتها بيقول كيفانش الأجور إنه لو مكانه ما كانش قدر يستحمل وكان قبل الهدية لكن عمل كل دعش المحمد وبيقرروا يلاقوا مستثمر في أسرع وقت وفي الوقت اللي بتظهر هندا فيها يفقضتها وبتتفرج على صورها مع محمد بتتفاجئ بالباب بيخبط عليها وبيظهر قتلة وبيقولها إنه مش قادر يجذب على أبوها وبيديها مهلة البكرة بالليل بإما تعرف مكان محمد أو يقول لأبوها إنها موجودة في البلد وما سفرتش زي ما مفاهمها وبنشوف زيلش وهي قاعدة بتبص على النجوم وبتفتكر محمد والوقت القضيته معاه وبيظهر إنه وقت في حبه وتاني يوم بتدخل زيلش الحظيرة على محمد لكن ما بتلاقهوش ووقتها بتسمعها وبيندع عليها وبتفتكر إنه نفس الصوت اللي كان بيندع عليها في الحلم فبتخرج لمحمد وبتشوفه ومسك طيارة وبيطيارها فبتفرح زيلش جداً لما بتشوفها وبيمسك محمد إيدها وبيمسكها الخيط فبتفضل تجري بها وهي طايرة من الفرحة بس الفرحة ما بتكملش لما بيشوفه مصناره وموابسطين وبيطلع مسدسه وبيضرب الطيارة وبيوقع على الأرض فبتزعل زيلش جداً لكن محمد بيقولها إنه هيعملها واحد أكبر وبيعرفها إنه هيصلح البراشوت وهيتيره مع بعض ولما بيرجعهم ملكين على البيت بيشوفوا مستكوه وزعلان وده بسبب إنه مشتراش هدوم الختان لحد دلوقتي فبيدي شاكر لمحمد فلوس يشتري له بيها الهدوم وبتقرر زيلش تكون معاهم وبعد شوية بتدخل زيلش محل سوناره وبتديله الطيارة يصلحها وبتقوله إنه في واحد مجنون ضرب عليها ناره وبوزها وبتعرفه من العمل كده وبالرغم من معاملة زيلش ليه إلا إنه بيوافق يصلحها لإنه بيحبها وبعدها بيظهر مستكوه في المحل وبيختار الجزمة اللي عجبه لكنه بيزعل جدا لما بيشوف الطفل اللي جنبه أبوي بيلبسه الجزمة بنفسه وأول لما بيشوفه محمد بيفهم حلته بيلبسه الجزمة وبطلح الزيلش الموقف ده وبتعجب بمحمد أكتر وفي الوقت اللي بيظهر أجور فيه بيحاول يتصل بالمستثمرين عشان يشتروا المحصول بنشوف ترجط وقف عربيته مع سيفال عشان يوديها المستشفى فبيلمح زيلش وبينزل من العربية وبيندى عليها لكن ساعتها بيقف محمد وبيكون عارف صوته وأول لما بيشوفه بيقرب كالعادة وبيدخل بالغلط كوافير حريمي وبيقولهم إنه مستني دوره وبنرجع للزيلش ووقتها بيقولها ترجط إنه ما فيه اشتري منها المحصول فبتقوله إنه جي متأخر وإن فيه مستثمر غيره اشتريه وفجأة بتسمع صوت ستات نازلين ضرب في محمد فبتجري عليه وبتلحقه فبيسمع ترجط صوته وبيكون متأكد إنه سمع قبل كده لكن سيفال بتاخده وبتمشي وبتعود زيلش هي ومستق مع محمد ومستخبي وبيفضلوا يتحاكوا عليها وعلى تظرفاته وبيروحوا مع بعض على محل يشتروا المستقدهم جديدة ووقتها بتتفاجئ زيلش لما بتشوف محمد بالبدلة وبتحاول تباين إن الشكله عادي وبعد لحظات بتشوف هاندا نازو هي داخل المستشفى فبتدخل وراها لكن بتتفاجئ لما بتشوف أمها وأمينة هناك وبتضطر تمشي قبل محد يشوفها وبعدها بشوية بتبدأ التحضيرات للحفلة وبيظهر محمد وبيساعدهم في التحضيرات وبيكون الكل مبسوط باليوم ده ووقتها بتروح بيرل زيلش وبتقولها إنها جاهزة ترابيزة مخصوص لفعل الخير لإنها حابة تشوفه وفي نفس الوقت بيظهر صنار ولابس بدلة جديدة ومتشايق جدا عشان يقابل زيلش أما أجور فبيقدر أخيرا يلاقي مستثمر جديد وبيكون فرحان جدا وبيبلغ كمانش بالخبر ده ووقتها بتظهر زيلش ويمسكها بلونة في إيدها ومش عارفة تعلقها بسبب أسرها فبيقرب محمد منها وبيشيلها فبتتفاجئ من اللي بيعمله وبتطلب منه ينزلها لكن وقتها بيريني التليفون وبيعرف من أجور عن المستثمر ومن المفروض يكون موجود عشان يقابله فبتخاف زيلش أنه يعرب تاني وبتطلب منه ويعيدها يرجع عشان خطر مستقر ووقتها بتقدم بيري لزيلش فستان جديد هالم خياطها وبتطلب منها تلبسه وفي الوقت اللي بيوصل محمد فيه على المطعم وبيكون في انتظار المستثمر بتظهر زيلش ويلابسها الفستان وكل اللي يشوفها ينبهر من جمالها وبتفضل طول الوقت تبصها على الطريق عشان تشوف محمد وبتكون خايفة ليهرب زي كل مرة وبيوصل صنارة على الحفلة وبيظهر أن محدش من أهل القرية حابب وجوده فبيضطر يقول أنه فعل الخير للكل مستنيه وبيقولهم أنه طول الوقت كان بخب عنه مرغم معاملتهم الوحشة ليه وأن زيلش أول لما جات له وطلبت منه الفلوس ما ترددش لحظة فبتطر زيلش تأكد كلامه وبتقول أنه هو فعل الخير عشان خوفها على ابوها لا يعرف الحقيقة ووقتها بتاخده بيري وبتقعده على الترابيزة المحضرها ليه فبتروح له زيلش وبتقوله أنه واحد نصابه خدعم لكن صنار بيعرف أنه مجدبش وأنها فعلا أخدت منه الفلوس عشان تعالجه وبعد لحظات بيندها أهل القرية على زيلش وصنار عشان يرقصوا مع بعض فبترقص مع غصبا عنها وبتفضل طول الوقت تبص على الطريق وساعتها بيوصل محمد وبيقولهم أنه هو المرافق من حقه يرقص معيها وبتفرح زيلش جدا أول لما بتشوفه وبترقص معيها وهي طايرة من الفرحة فبيقولها محمد أنه وعدها وكلازم يوفي بوعده وأنه عمره ما يديها لواحد غريب وبنرجع لهنده ويقعد في عربيتها وبتتأكد أخيرا أنه ما مشي فبتدخل المستشفى وبتقول الممرضة إنها حابة تشوف كاميرات المراقبة بحجة إن في بنت عندهم وقعت ختم ألماز ويحابة ترجعولها وبيروح قاتلة على الفندو وما بيلايش هنده فبيتصل عليها لكنها ما بتردش فبيضطر يروح لترجت ويبلغوا باللي حصل لكن وقتها بتبعت له هنده رسالة وبتعرفوا إنها قدرت توصل لمكان محمد وبتطلب منه ما يقولش لابوع حاجة وفي الوقت اللي بيظهر محمد فيه وبيرقص مع زيلش ومستمتع بوقته بتوصل هنده على القرية وبتتفاجئ لما بتشوف محمد قدامها وبيرقص مع زيلش وفي اللحظة دي بيشوفها محمد وزيلش قدامهم لكن فجأة بتختفي ولما بتسألوا زيلش عنها بينكر إنها كانت موجودة وبيقولها ناكب بتتوهم مش أكتر ووقتها بيظهر كيفانش وأجور هما مسكين هنده وبيبعدوها بإيد عن الحفلة فبتقولهم إنهم خدعوها وطول الوقت دا كانوا مسندين محمد فبيقولها أجور تفضل مكانها وبيرجع الحفلة وهو بعدها بيظهر على محمد القلق والتوتر خصوصا بعد ما شاف هنده وبيكون فاكر إنه بيتهيأله فبينده أجور عليه وبيتحجج إنه يروح يشوف الدكتور وبيقوله إنه شاف هنده قدامه فبيأكد له أجور إنها فعلا موجودة مش تهيوات وإن الحال الوحيد لإنه يهرب ولسوء الحظ بتسمعهم زيلش فبيضطر محمد يقولها إنه فيه شغل مهم وأجور طلب منه يهرب عشان يلحق يخلصه فبترفض يروح أي مكان وبتمسكه من إيده وبتقعده جنب مستك وبتعرفه إنه إنها عليه لو فكر يهرب ووقتها بيفكر محمد في خطة وبيقعد جنب مستك وبيخوفه من الدكتور وبيقوله إن الأحسن يهرب قبل ما حد يشوفه ولما بيرجع أجور بيتفاجئ بهنده مرميه على الأرض ومغمى عليها فبيقوله كيفانشن وضربها بالطاس على دماغها وبيخاف مستك وبيهرب من الحفلة فبتزعق له زلش على كلامه وبتقوله إنه المفروض ما كانش يقول كده لكن بريب تتصدم لما بتلقيش مستك وبتقوله إن ابنها هرب وبيخرج أهل القرية يدوروا عليه وفي اللحظة دي بيتصل محمد على كيفانشو وبيحاول يعرف منه اللي حصل لكنه بيتفاجئ بزلش وبتاخد منه التليفون وبتفضل تزعق لكيفانشو وبتقوله إنه السبب إنه مستك يهرب وبتاخد التليفون من محمد وبتطلب منه يدور معاها بس ساعتها محمد بيهرب منها وبيلاقي كيفانشو وأجور وقفينه قدامه بالعربية فبيسألهم عن هندا فبيضطر أجور يحكي له إن كيفانش دروها بالتصف دماغها وأغمى عليها لكن فجأة بيلاو هندا نزلة من العربية وبتفرح جدا أول لما بتشوف محمد قدامها وبتقرب منه وبتحضنه وبتعرفه ناة طول الوقت كان بتدور عليه وزعلانة منه لكن لما شفيته نسيت كل حاجة فبيقولها محمد إنه ما يعرفهاش وبيلجأ لخطة إنه بيبين قدامها إنه فقد الزاكرة ومش فاكرها وبيسألها لو كانت تابع المستثمرين اللي هيشتروا المحصول وبتقف هندا مصدومة من كلامه وبنرجع لزلش اللي بتفضل تندي على محمد لكن فجأة بتلاقيه وراها وساعتها بتشوف العربية وبيجي لها فدول تعرف مين هم فبيتحجج محمد بإنه سمع صوت مستك وبياخدها تدور معا عليه وأول ما بيوصل للحظيرة ما بيلاقيش حد وبيقولها ما تزعقلوش وبيعود هما الاتنين معاه وبيطمنوه عشان ما يخافش أما هندا فما بتكونش قادرة تستويب إنه محمد فقد الزاكرة وشغال عند زلش في المزرعة عشان يسد التمن المحصول وإنه ماينفعش يعرفه حاجة ولازم يفتكر لوحده وبعد شوية بيرجعوا على الحفلة وبيبدأ كل أهل القرية يتصوروا مع مستك احتفالا باللحظة دي فبتندهبري على محمد وزلش وبتتصور مع شاكر صورة عائلية وبعد الحفلة ما بتخلص بياخد محمد إليفون دورمش وبيتصل على كيفانش وبيعرف منه إن مشكلته تحالت مع هندا وقدر يخلص منها وفي الفندق بيظهر أجوره وقاعد مع هندا وبيقولها إنه ماينفعش تظهر أبدا قدام محمد عشان مايحصلوش صدمة وحالته تسوق أكتر وبيقنعها تسافر أنتانيا تحسن نفسيتها لحد ما محمد زاكرته ترجع له فبتقتنى هندا بكلامه وبتوافق تسافر وفي تانيوم بتظهر زلش ويابتون شرميليات مع أصلي وبتعرفها إنها شافت البنت قدامها واختفت مرة واحدة وبتقولها إن محمد ممكن يكون بيحب حد أو حتى عنده زوجة أو أولاد خصوصا بعد ما شافت معاملته مع مستقفة بتفهم أصل إنها بتحبه لكن بتعمله بأسوأ عشان خايفة تتعلق به وفي الوقت اللي بيظهر محمد فيه هو راجع الحظيرة بيتفاجئ بزلش قدامه ومسكة بندوية في إيديها وبتقوله يمشي قدامها وبتعرفوا إن لو حاول يهرب سهل جدا تضربه بالنار زي ما عملت قبل كده وبتاخده على حفة الجبل وبتطلب منه يلبس البراشط وينط بيه فبيتعصب محمد عليها وبيقولها إنه يزيق من تصرفاتها ومش فاهم يبتعمل كده ليه معاه وبيقرب منها وبياخد البندوية فبتقوله إنها عايزة يفتكر وبتعرفه إنها خايفة لأيكون في حياته واحدة تانية فبتقطع أصل كلامهم وبتندي على محمد وبتعرفه إن أجور موجود وطالبي قبله فبتفضل زيليش تبص المحمد وبيكون باهن جدا في عينها القلق والخوف وبنروح لشاكر وماشي مع بيري وبيتكلموا عن الحفلة وقت دي كان مبسوط معهم وبيقولها إنه مستجزى ابنه بالظبط وبيكون ماشي وراهم فكرة وحسنة وبتقوله إنه هما الاتنين لقينا على بعض جدا لكن ساعتها بيسمعوا صوت دور مش جاي عليهم وبيقولهم إن الصور الطبعة فبيعجبوا جدا بصور لما بيشوفوها لكن لما بيشوف صورة ليه هو باصص الأصلي بياخدوا الصورة وبيمنع حد ياخدها لدرجة إنه بيأكلها فبيتعصف فكرة جدا من اللي بيعمله وبيطلع يجري وراه ولما بيرجع ترجط على البيت بتستقبله سيفاله وبتقوله إنه في حاجة مهمة لازم يعرفها وبيتفاجئ لما بيشوف هنده قدامه وبتقوله إنها رجعت من أنطاليا وقررت تكون معاهم فبيقرب ترجط منها وبيحضونها وبيكون فرحان جدا من وجودها وبيسأل عن محمد فبتقوله إنها نسيت وقطعت علاقتها بيه وقررت إيش حياتها وتستمتع بيها لكن بيظهر إنها اقتنعت بكلام إسراء ليها وبتقول لها إن طالما محمد فقد الزاكرة يبقى تظهر قدامه من تاني واتخليه يقع في حبها وبيظهر أجور مع محمد وكيفانش وبيحاول يبين قديه وموهوب ويقدروا يعتمدوا عليه وبيعرفوا من هنده سمعت كلامه ومش هترجع على البلد مش أقل من 6 شهور وبيتكلموا مع محمد في كلام صحابه وبتظهر زيليش وياف قدتها ومبتعرفش تنام من كتر التفكير فيه وبتكون خايفة جداً اللي يكون في حياته واحدة بيحبها وتاني يوم الصبح بتعدي نازع لسونار وبتفضل تدايق بكلامها وبتقوله إنه صلح الطائرة لزيليش وقدها فلوس العملية لكن بعد ده كله سابيته فبيرد عليها بإن هما الاتنين زي بعض وإن محمد سبق وفضل مع زيليش أما بقى زيليش فبتدخل الحظيرة ويشعلها صنية الفطار وبتقدمها لمحمد قبل ما يصحى وبتمشي فبيقوم محمد من نومه وبيشوف الفطار وبيفرح جداً إن معاملتها اتغيرت من ناحيته وبنروح لكيفانش وأجورهم قدين مبسوطين إنهم قدروا يتخلصوا من هندا وبيتصل أجور يتطمن عليها لكنه بيتفاجئ لما بيشوفها قدامه وبتعرفوا منها مسافرتش وفكرت إنها تخلي محمد يعفو حبها من جديد وبتقوله من هما الاتنين هيساعدوا في ده وفي اللحظة دي بنشوف سونار وواقف قدام محمد وماسك الطيارة الورقية في إيده وبيقوله نزلش طلبت منه يصلحها وإنها لما بتحتاج مساعدة بتروح لهو أول واحد فبتظهر الغير على محمد وبيضرابه وبيقوله يبعد عنها وما يقربش منها مرة تانية وبياخد الطيارة وبيندع لازلش وبيقولها إن سونار كان موجود وقاب لها الطيارة فبتقوله إنها طلبت منه يصلحها لأنها وثقة إن هو اللي بوضها فبيضع لها محمد وبيقولها إن كل ما بيحاول يخلص منه بيظهر مرة تانية قدامه بسببها وبيحظرها تكلمه أو تقرب من محله وإن أي حاجة هتحتاجها ويشتريها ووقتها ما بتقدرش أصلي تمسك لسانها وبتقوله نمبرح في الحفلة سونار قيل إنه فعل الخير اللي أنقص حيات مستقل وإن زلش أكدت على كلمه فبيقولها إنها مش هترتهغ لما يقتله وبيمشي فبتوقفه وبتقوله إنها مش هتقرب منه مرة تانية وبتظهر أصلي وفرحانا إن العلاقة ما بينهم بدأت تتطور وزيلش وقت فعلا في حبه وبعد لحظات بتظهر سيفال ويرايح الجامعية فبيأكد ترجط عليها ما تتقبلش مع أمينة أو تتكلم معيها وبيتصل على قتيلة وبيطلب منه يعرف له إذا كان فيه اجتماع في الجامعية ولا لا ونفس الكلام بيحصل مع أمينة وبينبه عاكف عليها تقبل سيفال وبعدها بتيجي مكالمة من كيفانشي لمحمد وبيطلب يقبله وبيعرفون فيه موضوع مهم جدا بخصوص هندا فبيخرج محمد من الحظيرة لكنه بيتفاجئ بدور مش قدامه وبيعرفون صور الحفلة ظهرت ومن ضمنها صورة لي مع زيلش فبياخد محمد الصورة وبيأكلها عشان ما حدش يشوفها غيره وبيروح محمد للزيلش وبيشوفها وبيتغنيه مبسوطة فبيغني معها وبيقولها إنه حابب يشكرها على الفطر اللي قدمته وبيقولها إنه يعزمها على العشاء وبيطلب منها تسمح له يروح السوق فبتوافق وبتطلب منه مايتأخرش ووقتها بتفرجها أصلي على صورتهم في الحفلة لكن بيلفت نظر زيلش إن فيه كاميرا كانت موجودة وأكيد صورت كل حاجة في الحفلة وبتاخدها وبتروح لحجابي المصوراتي وبتطلب منه ويعرض شريط الفيديو وبتأكد من شكوكها لما بتشوف هندا في الفيديو وبتعرف إنه ما كانش بيتهيق لها وفي الوقت ده بيتقابل محمد مع صحابه وبيعرف منهم إن هندا هتقابله وإن المطلوب منه يجريع في الكلام وخلاص فبيقولهم إنه ما صدق إيه خلصت منها ويهرب من الجواز وبتقطع كلامهم هندا وبتسلم على محمد وبتحاول تباين إنها ما تعرفوش وبتقولوا إن المكان ده أنسب مكان للتعارف وبتعرفوا إنها شافت منتجات واعجبت بيها وبتتمنى يكون فيه شغل ما بينهم فبيقولها محمد إنه باع كل المحصول وبيضطر يمشي لإنه مستعجل فبتعزموا على العاشة وبتقولوا إنها تستنى وبتطلب منه ما يتأخرش عليها وفي الأثناء دي بتتقابل سيفال مع أمينها في المستشفى وبيكونوا متضايقين لأنهم مش عارفين يشوفوا بعض وكل ده بسبب المشاكل اللي بينزواجهم وبعدها بشوية بتتصل زلش على محمد لكنه ما بيردش عليها فبتحس إنه مخبع حاجة عنها وبتقرر ترأبه وبتروح على السوق لكن مش بتلاقيه وهناك بيتصل محمد عليها وبيقولها إنه ملقاش الموارد اللي محتاجها وهيدور في مكان تاني وبيقف المكالمة معه بحاجة إنه ما في الشبكة لكن وقتها بيلحقوا صحابه وبيقنعوا يقابل هندا ويتعشى معيها وفي المستشفى بيوصل ترجت وبيسأل عن سيفال وبيفضل يدور عليها في كل القوض لكنه بيتفاجئ بأمينة قدامه ويمغم عليها ومركبها محلول في دراعها وبيستغرب لما بيشوف سيفال وبيعرف إنها اللي نقلتها على المستشفى فبيزعها لها وبيقولها ما لاش دعوا بيها وبياخدها وبيمشي وساعتها بتقوم أمينة وبتطلب من ممرضة تشلع المحلول وبنعرف إن الجد هو اللي شافهم وقرر يساعدهم وبيقولهم إنه ترجط في الطريق وبتكون ديت فكرة اللي خطرت على بال أمينة عشان محدش يكشفهم وبنرجع لزلي شوية بتتكلم في التليفون مع أصلي وبتعرفها إنها نزلت البلد تدور على محمد ومش ترتاح غير لما تعرف مخبي عنها إيه ومن البنت اللي ظهرت في الفيديو وقبل ما تخلص كلامها بتظهر هندا قدامها وبتخبط فيها وبتعتذلها وبتدخل المطعم فبتعرف أصل إنها لقتها وبتقفل المكالمة وبتدخل وراها وفي اللحظة دي بيتصل ترجط على هندا وبيطلب منها ترجع للبيت عشان تقضي اليوم معيهم وبيعرفها إنه يعدي عليها وبتتفاجئ لما بتلاقي قتلة وراها وبتعرف إنه هو السبب وبتمشي معيه أما زلش فبتشوف محمد وبيتكلم في التليفون وبعد ما بيخلص مكالمته بتسأله عن سبب وجوده في المكان ده فبيقولها إنه حاب يعملها مفاجأة ويعزمها على العشاء زي ما عزمته على الفطار وإن كيفانش وأجور هما اللي عرفوا المكان وحاجة زلوا فيه فبتفرح زلش جدا إنه فكر فيها وبالليل بيظهر محمد مع زلش في المطعم وبيظهر إن المكان عجبها لكنها شايفة إنه لبسها مش مناسب فبيقولها محمد إنها جميلة في كل حالاتها وبيمسك إيديها وبيرقص معيها وبيكون هما الاتنين مبسوطين بالوقت اللي بيقدمها بعض وبترجع زلش على البيت وبتحكي الأصلي صهرتها مع محمد وقت دي كات مبسوطة يا معيه وبيظهر محمد وبيحكي لأصحابه اللي حصل وبيكون واضح جدا عليه إنه وقف حبها وتاني يوم بتوصل هند على المطعم وبتعتذر إن الحاجز تلغى لكنها بتتفاجئ لما بتعرف إن محمد سير ما واحدة تانية غيرها أما الناس فبتشوف حجابي وماسك شريط الفيديو وبتعرف منه إن زلش كان مستعجلة جدا إنها تاخده بعد ما شافت فيه واحدة شبه الممثلين فبتاخد منه الشريط وبتعرف إنها توصلوا ليها وفي اللحظة دي بتوصل هند على القرية وبتدخل محل سونار وبتسأل محمد لكنها بتتفاجئ لما بياخدها للحظيرة اللي عايش فيها وما بتكونش مصدق إنه سابع عشان يعيش في المكان ده فبتسأله عن مكانه فبيقولها إنه أكيد مع زلش وبياخدها على المكان اللي قادين فيه وبتشوفهم وما قادين مع بعض بيخياته الطيارة وبتشوف في إن محمد نظرة حبه واهتمام لزلش عمرها ما حسد بيه ولما بترجع زلش على البيت بتتفاجئ برسالة مكتوب فيها يتقابله في المطعم وبتفرح جدا إنه محمد قرر يخرج معا من تاني وبتفرح أصلي أكتر منها وبتختار لها فستان تلبسه وبتقولها إنه محمد أكيد هيعرض عليها الجواز لكن اللي بيحصل إنه كل ده بيكون مقلب من هند عشان تعرف حقيقة مشاعر محمد لزلش ونها اللي كتبت الورقة بعد ما عزمها محمد تتغدم عفو المطعم وبعد شوية بيظهر محمد في المطعم وهقلانه متوتر ووقتها بتوصل لزلش مبسوطة جدا لكنها بتتفاجئ بهندا وراها فبتسألها يمين وليه شافتها في حفلة مصطف فبتقولها هندا إنه قريب جدا هتعرف هي مين وبتبص لها بنظرة كلها تحدي وبيخلص الجزء الأول من المسلسل الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام